أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أيها المشاهدون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن من السنن الكونية التي قضاها الله عز وجل وقدرها تعاقب الليل والنهار فالليل يأتي ويأخذ وقته ثم بعده يأتي نهار فيأخذ وقته وهكذا وكل في فلك يسبحون لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار هذه الأيام التي تتعاقب علينا وهذه الليالي وهذا النهار يحمل في طياته فرصا كثيرة متعددة على الإنسان الذكي الفطن أن يستغل هذه الفرص وأن يقتنصها وأن يغتنمها حتى يفوز وحتى ينجح في حياته ويفوز في آخرته يوم لقاء الله عز وجل يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوجه أنظارنا إلى أن هناك نفحات في الأيام التي تتعاقب على الإنسان وأن على الإنسان أن يستغل له فيقول ألا إن لربكم في أيام دهركم لنفحات ألا فتعرضوا له لماذا يا رسول الله؟ لماذا نتعرض لهذه النفحات؟ يقول عليه الصلاة والسلام لعل أحدكم أن تصيبه نفحة فلا يشقى بعدها أبدا من الفرص التي على الإنسان أن يستغلها فرصة الحياة من الفرص فرصة توفر المال من الفرص فرصة الصحة من الفرص فرصة شباب الإنسان هذه فرص على الإنسان أن يستغلها فإن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوجه أنظارنا في حديث هو فيه صلى الله عليه وسلم يعظ رجلاً وهذه الموعظة ليست خاصة بهذا الرجل فقط وإنما هي للأمة كلها فعن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعظ رجلاً اغتنم خمساً قبل خمس هناك خمسة أشياء حاول أن تغتنمه حاول أن تستغله حاول أن تستغل هذه الأمور الخمسة حتى تنجح في حياتك وتفوز في آخرتك ما هي يا رسول الله؟ ما هذه الموعظة؟ فيقول صلى الله عليه وسلم اغتنم حياتك قبل موتك اغتنم صحتك قبل سقمك اغتنم شبابك قبل هرمك اغتنم فراغك قبل شغلك اغتنم غناك قبل فقرك هذه أشياء خمسة على الإنسان أن يستغلها وأن يقتنص الفرص فهذه فرص حياة الإنسان فرصة كي يسعى في الخير وكي يكفر من الطاعات كذلك المال الذي في يد الإنسان هو فرصة على الإنسان أن يغتنم هذه الفرصة فيتصدق ويساعد المحتاج كذلك شباب الإنسان هو فرصة فالشباب سن الحيوية والنشاط يجد ويجتهد يكثر من الطاعات يقوم بالواجبات التي عليه في خدمة نفسه وفي رعاية أهله وأسراته وهكذا فهذه فرص على الإنسان أن يستغلها لأن الأيام تأتي وتمر ألا إن لربكم في أيام دهركم لنفحات ألا فتعرضوا له إذا اغتنم الإنسان هذه الفرص فاز في حياته وفاز في آخرته النبي صلى الله عليه وسلم يرشدنا إلى أن المؤمن وهو يقتنص هذه الفرص وهو يغتنم هذه الفرص عليه دائما وأبدا أن يضع بين عينيه أنه بين مخافتين إن المؤمن بين مخافتين بين أجل قد مضى أعمار قد انتهت وأيام قد مرت وسنوات من عمر الإنسان وأيام ستأتي الله أعلم بوقتها وبعددها وكيفيتها إن المؤمن بين مخافتين بين أجل قد مضى لا يدري ما الله صانع فيه وأجل قد بقي أعمار بقيت لا يدري ما الله قاض فيه ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم فليعمل الإنسان من نفسه لنفسه ومن صحته لسقمه ومن غناه لفقره ثم ماذا فما بعد الموت من مستعتب ما بعد الحياة الدنيا من مستعتب وما بعد الدنيا من دار إلا الجنة أو النار فيا أيها المشاهد الكريم إن علينا أن نغتنم الفرص فاغتنام الفرص يجعل الإنسان يفوز في حياته ويفوز في آخرته هذا الاغتنام إنما يكون في فعل الخيرات لا أن يقول الإنسان أنا أغتنم الفرص مثلا في السرقة أو أغتنم وأستغل الذكاء في النصب والاحتيال مثلا وإنما اغتنام الفرص إنما يكون في الطاعات في فعل الخير في الابتعاد تماما ونهائيا عن كل ما يغضب الحق تبارك وتعالى وتحقيقا لقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير إذن الاغتنام المطلوب هو الاغتنام في الطاعة هو الاغتنام فيما ينفع الناس هو الاغتنام فيما ينفع الإنسان وينفع أسرته ومجتمعه لا أن يكون الاغتنام في المعصية وفيما يغضب الحق تبارك وتعالى أيها المشاهدون الكرام إلى لقاء آخر أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته